السلام عليكم إن شاء الله سوف أخبركم بخوتين أنا مجربة كنت أخبرت صاحبتي و أخبرت أولاد و أخبرت أولاد ثلاثة سواء و أخبرت أولاد و أنا جربت و أخبرت أولاد صراحة شعر يحرش والشعر أجري حرير أراه إليكم سوف أكبر أشهز لذلك يمكنهم منت Sheriff وهم من أراه فتقدك في صحاب يجربته شخصياً و يبقى سيموة يبقى الشعر بحل الحرير الدوشي وتخرجي غير واحد الشابان اللي تغسلو به يكون تابع البروتين ولا يكون عن شابان ديال الدراري الصغار مافيش مواد حافظة كمسا بش ماتتديرش لكم على شعاركم و انا جربتو درتو انا شخصياً في البيت هادال الشابان هو الول كتغسلو بهاد الشابان تدخلو به شعاركم اول اول و كتنشفو شعاركم بالشيشوار كتنشفو ماشي تصوبو غير تنشفو بالشيشوار هكا و من اللي ينشف تحطو عليه البروتين تشوفي واحد المشطة تكون رقيقة و كتنشطو تنزلو شعاركم كلو تنزلو بالابغوس تنزلو شعاركم تيدخل فيه البروتين كلو و تتخلوي غبوز ساعة تاع المقانة تخلوها غبوز أبخي تديرو البلاكة تسخن و تبدو تحبطو بالليساج تديرو شاكميش تصيبو تحبطو و هكا تتعودو ليميش كتفوة بالليساج تيدخل فيه البروتين تيدخل من اللي كتصيبو الشعار كتتسخن و فمتي و الشعار دابا ملي كي بداتي يسخل البروتين كي يصرح الزغبة و تتعودية ديك شاكميش تعودية كتفوة في البيت و خصي حدي كومي مي يديرو ليكم باش يصرح ليكم الشعار مزيان انا مجربة و درتو بالصحاباتي و انا فش كنت حاملة كانت عندي الله ثلاثة شهر فكرشي و درتو يعني ما عندوش ضرر على المرأة الحاملة ولا ميم البنات لها كانت عندهم غير عشر سنين حداشر عام و عندهم شعرهم صعيب باش تصرحوا ليهم باش يمشوا المدرسة ولا هذا ممكن تديروه ليهم انا جربتو كم مرة جربتو كنديرو دابا غير في البيت شريتو غير اللي تحلوه حتى ستنبقوا للبراكة في البروتين ضروري من اللي يكون مسدود وخاه تخلوه في التلاجة ومن اللي تفتحوه weather خسكم ضروري تخلوه في التلاجة ومناله تبغيو تستعملوه الي بدوه استعملوه و جربوه هذا صراحة ليس باش ندير له ليش هار حتى انا مجرباه وانا كنت ديما كنا مشي باش نمشي لكوافور هنا في فرنسا يجب أن نقوم برونشين شاك فواء سوف نقوم برونشين ساكوت الشيخ و أكثر هذا البروتين جربته مليح هو اسمه طانينو ممكن تقلبه عليه في الانترنت وتشريه و تستعمله بيزيخ فواء أنا جربته صراحة شعري كي يبقى كل حرير وتيفتح الشعر بحال ذا بلا كنتو سابغين تيفتح الشعر و تيفتح الشعر و تيفتح الشعر و معالج الشعر تيفتح الزغبة و كل ما أنا جربته صراحة ما نقدرش نتصغرنا عليه و عندي واحد صاحبتي في البرازيل ديجا قاتلي كين واحد المنتوج جديد خارج و قلت لها قلت لها كومانديلية و دا با من شاء الله من لي وصلني راني غا نشاركو معاكم من هذا أنا مجربته دا باشي ثلاث سنين كندير غير هذا صراحة مليح سيو في البيت و من اللي تبغو تغسلو شعركم بقاو تستعملو غير شابان ديال الدراري الصغار مليح الشعر و تيخلي كي يجي معا هذا أنا دا با من اللي ما كيكونش سالة ليا شابان ديال بروتين تنغسل غير بشابان ديال أطفال ما فيش بزاف ديال بروتين ناتيوغ و استعملوه و واردو علي الخبار ان شاء الله دراه تيعونكم و تيبقى الشعر بحل حرير غير تخرجي من الدوش و تنش في بمن تدريه بروشية لوالو بحل الحرير و لاداو متوعلي و بقيتوك تديرو ليهماسكات طبيعية بحل تديرو ليهاماسكات الليفوكات الطحنوها مراة بسمانة مع السفر ديالل بيض مع الزيت مقبئة كبيرة للزيط مقبئة تبقاوا تديرو ماسكات طبيعيية و شك فوا تريد أن تأخذوا عن دوش تخسلوا شعركم هذا رائع مزيان إن شاء الله سأعجبكم إن شاء الله ودعوا لي إن شاء الله جربوها البنات أنا أولا كانت تستعملوا في البيت كانت ديما تنمشي عند واحد صاحبتي تتديروا لي وتتديروا لي غالب دو الصور وعادة كانت تنمشي في التخونس بو وعادة بقى أولادتي بقى مع أباهم وعلى ما كان رجع للبيت أولا كانت تديروا بوحدة في البيت والله إلا يعني جربتوا مليح وقلت غا نشاركهم مع البنات وسيختوا البنات هنا اللي في الأوروب هنا تصالونا تلك غالين حسن تديروا هات البروتير رغموا عالج للشعر ومزيان يستاهل التجريبة واردوا علي الخبار على البنات ولا أعجبكم ما تنسونيش دعموني وما تنسونيش بالتعالي قزوينا ومع السلامة البنات وسمحوا لي أنا نكون طولت عليكم الفيديو